على وقع المواجهات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب وسط بيروت وبظل إجراءات أمنية مشددة اكتمال النصاب القانوني لجلسة مناغشة الموازنة بمجلس النواب بحضور 70 نائب الساعة 11.5 من قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيهبر اعلن عن بدء الجلسة بتلاوية مراسيم تشكيل الحكومة وكراءة المادة 32 المتعلقة بين عيقات جلسات المجلس والمواد 15 16 17 18 19 وعشرين من النظام الداخلي المتعلقة بالموازنة العامة قبل ما تبلش المناقشة طلب بر يسمع لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب اللي لفت إلى أن الحكومة الجديدة ما فيها تمثل قدام المجلس النيابي بجلسة مناغشة الموازنة العامة كما أنه ما بحقلة السرد الموازنة انطلاقا من ذلك فإن الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي الكريم مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة إلا أنه بداية الجلسة كانت حامية حيث شهدت أخذ ورد حول دستوريتها من عدمها بظل حكومة تصريف أعمال ما إلى أي إيد بإعداد الموازنة فكان اعتراض عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر بمداخلة على عدم دستورية الجلسة وسأل رئيس الحكومة هل هو بيتبنى هذه الموازنة أو ما بيتبنىها لا يرد على بر ويقل له أنه الظروف استثنائية وأكتر من ضرورية والحكومة قدامها ثلاثة أو أربعة شهر لتاخد سائط الناس والشعب وإذا ما كان فيه موازنة خالصة ما رح تقدر هذه الحكومة تتحرك إذا عمشينا بمبدأ الضرورة وأنه الضرورة فينا بيظل أن نشرع ففائزا من باب أولى كمان هذا أنه بيقدر يطلب استرداد الموازنة وإلا بيقدر كمان يسمهل بيقول أنه يطلب التأجيل إلا حتى أنه بس تتخط بتنال الثقة على أساسها بيقدر يجي الحقيقة يا بيتبنى الموازنة يا أما بيطلب بعدنا إذا بيحب بيرجع يعمل له قوانين تعديلية بس في شغلة أساسية هل هو يتبنى أو لا يتبنى الظرف فعلا استثنائي والظرف أكتر من ضروري حكومة أنا بدي أقول لك عنه الحكومة إذا سمح لي الحكومة قدامها ثلاثة شهر أو أربعة أشهر حتى يتثبت أنه في شي جديد تأخذ ثقة الناس وثقة الشعب لا يكرر نواب المستقبل أجمعين سؤال الجسر لدياب عن ما إذا بيتبنى هذه الموازنة أو لا ففتح بر المجال لدياب لا يعطي الجواب من بعد عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ملخص عن مشروع الموازنة قبل ما يتولى النواب على الكلام وبنتيجة المداولات والمناقشات أر مجلس النواب المادة السبعة من الموازنة وفق تعديل لجنة المال والموازنة لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات ووافق على اقتراح نواب اللقاء الديمقراطي بإلغاء المادة السبعة وعشرين لبتاع في الطوايف من الضريبة على الهبات وأر المادة ستوى تلاتين المتعلقة بالقروض المتعسرة الإسكانية والصناعية والزراعية والسياحية وعلق المليحقات القضائية بحق المتعسرين بسداد الكروض المدعومة ومنح فرصة سماح 6 شهر للسداد وأربند المساعدات اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة للاتحادات والنواد الرياضية بقيمة 4 مليار و250 مليون ليرة فيما اعترض نواب حزب الله على زيادة أي مبالغ إضافية على أسعار خدمات الكهرباء المؤدمة من الموالدات للمواطنين وبالنهاية نقرت موازنة 2020 بموافقة 49 نايب ومعارضة 13 وامتناعة من النواب والنواب المقايدين هنم لتيار الوطن الحر لوفق للمقاومة التنمية والتحرير لحزب السوري الأومي الاجتماعي إضافة للنايبان القول نحاس وعدنان ترابلسي بينما امتنع نواب اللقاء الديمقراطي والنايب فريد الخازن أما النواب المستقبل فانقصموا بين الامتناع والمعارضة بعد إكرار الموازنة شدت كنعام بمؤتمر صعفي على أن المطلوب بعد الإكرار خطة إنقاذية بتحط الحكومة ومستعدين للتعاون لإنقاذ البلد تبعد أي خطة وتصور عندها بأي مجال أكان بعدل بالمالية العامة أو بالموازنة أو بيخلق تصورات جديدة مرحب فيه بالمجلس النيابي بدنا ننقذ البلد مش بدنا نتكمش ببعضنا ونغرق كلنا سوا وكان لتلفزيون نشر مؤابلات مع بعض النواب للإستطلاع رأيهم بالموازنة والأوضاع العامة اليوم في حالة تقشف بالبلد ما فينا نحن نمشي بالمصروف على القاعدة الأسناء عشرية أنا برأيي الحكومة أقرنا الموازنة بتمنى بقرة من حكومة جديدة تجي تعمل دعديلات اللازمة عليها وأساسا رئيس الحكومة اليوم تبنيها للموازنة طبعا مع إمكانية تعديلة لما تجتمع الحكومة وتحط بيان وزاري الموازنة واعدة بأنها ستخفض كثير من النفقات اللي ستوفر على الرأي العام كثير من الضرائب اللي ممكن أنها تنفرض عليهم بس مش هيدا محل الرهان الأكبر محل الرهان الأكبر هو البدء بتطبيق الموازنة من قبل الحكومة والإجراءات الاقتصادية اللي بدأت تشتغلها الحكومة طالما نحن بهذا الوضع الاستثنائي الخطير ضف له كلمة خطير ما لازم نجي نحن نشتغل على هذا الأساس وهيدي اللي عم بيصير اليوم هو باب من أبواب العلاج مش عم نقول هيدا كل العلاج ولكن هيدا نفصل على إياسنا بحاجتنا بظروفنا بخطورة وضعنا لحتى اللي نقدر نكفي لقدام الجدير بالذكر أنه عبكرة الثلاثة ما فيه أي جلسة لمجلس النواب بعد ما قرر بره خلال جلسة اليوم انهاء منقشة الموازنة بجلسة وحدة بسبب الظروف الأمنية اللي عم بتحيط بالمجلس النيابي والنواب محمد زهوي تليفزيون نشرة ما تنسوا تعامل السبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك